اشتركوا في القناة الله عليه وسلم ومن ولا أيها الإخوات الكرام ما زلنا بالكلام عن قضية السحر والنهاردة وده العنوان كيف أعرف أعراض السحر الأسود السحر الأسود أو السحر السفلي للأسف الشديد من الممكن أن تظهر علي أعراض أنا ما كنتش متعود عليها والموضوع ده جديد علي ومش فاهم ده إيه وكتير من الناس بتشعر بهذه الأشياء ولكن للأسف الشديد مش عارفة شخص الموضوع وممكن تلجأ للطب والطب يقول لها ما فيش حاجة فيكمل حياته ويلاقي إن فيه حاجات كتير جدا بدأت ما تبقاش مصبوطة ما عارف حياته فلازم ناخد بالنا إن فيه بعض الأشياء اللي ممكن تحدث عليهم لكن أنا عايزة أتكلم النهاردة في العلامات التي أراها في المنام التي تدل على سحر الأعراض أنا عندي بيديوها كتير جدا تدل على سحر أعراض ظاهرية في اليقظة أنا عايزة تتكلم بقى إيه عن بعض الأحلام وخلي بالكم الأحلام دي معظمها لازم تشوفها حلم واحد مش كفائي أنا كلامي دقيق بعيدة عن العصبية الشديدة وضق في النفس والصدع كل الكلام دي نركنه عايزين نشوف بقى إيه بعض الأحلام التي تدل على هذا الأمر إن معظم أحلامه فجأة معظم أحلامه بقت في الحمام ويجب إن الشخص ده لازم ياخد باله إن فيه حاجة مش مزبوطة أنا ليه أحلامي معظمها بقت في الحمام بعيدة عن إن رؤية الحمام في الإنسان الطبيعي بتدل على قضاء الحاجة دي رؤية محمودة كنت أتكلم عن شخص أحلامه مرة واحدة كلها تحولت ليه إنه فيه الحمام والكلام دي عزكم الله آآ السلاصير لها علاقة بالسعر القرود لها علاقة بالسعر الخنزير لها علاقة بالسعر الحيوانات دي لما تشوفها وتتكرر عليك أنا كلامي واضح وتتكرر عليك لازم تاخد بالك إنه ممكن يكون قد دبر لك سحر فلازم تذهب إلى معالك حتى يتم الشفاء على يديه بإذن الله تظلنا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته